مصاعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف تزور القاهرة في إطار جولة لها في الشرق الأوسط تشمل أيضاً الإمارات والكويت وقطر والتقت ليف اليوم مع رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب حيث بحثت معها ملف حقوق الإنسان في مصر والجهد المبذول أيضاً في معالجة وتحسين هذا الملف أكدت ليف أيضاً استمرار العمل مع المجلس النهوضي بحقوق الإنسان في مصر فكيف تنظر واشنطن لملف حقوق الإنسان في مصر خلال هذه المرحلة وأيضاً ما طبيعة الجهد المبذول من القاهرة لتحسين ملفها في هذا المجال سبعون محبوساً احتياطياً يغادرون السجون في أكبر دفعة إفراجات منذ بدء قرارات العفو سبقهم بأسبوع تسعة وثلاثون أخرون ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من تسعمائة شخص منذ بدء عمل لجنة العفو الرئاسي حق الرأي والتعبير زي حق وحق التظاهر السلمي حتى فيما تعلق بجراء مهنة الموظف العام أو جريمة نشر أخبار كاذبة أدرجناها ضمن حرية الرأي والتعبير عندنا استثناء وحيد فقط وهو قضايا الدم اللي فيها قتل أو تنظيمات مسلحة أو تنظيمات تعتنق فكراً تكفيرياً الدفعتان الأخيرتان سبقت أولاهما وتزامنت الأخرى مع زيارة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى للقاهرة ولقائها مسؤولين وحقوقيين لمناقشة ملف حقوق الإنسان والحريات في مصر قبل نحو ثلاثة أسابيع على قمة المناخ الدولية المرتقبة في شرم الشيخ ممكن زيارتها للسيدة مشيرة قطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أكيد سوف تناول ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تلقى السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الأمر وبالتالي نحن نرحب بهذه الزيارة كل هذا يأتي في إطار حقوق الإنسان ولابد كل من هو سجين رأيي لابد أن يخرق وكل من هو لم تلوى سيده بالدماء المصريين لابد أن يرى النور ولابد أن تقف حركة القبض العشوائي التي تتم ورغم استمرار الإفراج عن سجناء الرأي ينتقد حقوقيون في الداخل والخارج المعايير التي وضعتها لجنة العفو الرئاسي لمن يطلق صراحهم كما ينتقدون أيضا عدم وجود إحصائيات دقيقة للعدد الإجمالي للمعارضين المحتجزين في مصر عايزين نعرف الأرقام قد إيه والمحبوسين سياسيين قد إيه إحنا بنتكلم على الناس اللي كتب تويتها اللي كتب بتاعه ودول الشباب صغير واستقبالهم قدامهم طويل جدا تحرموا إزاي من كده ثم أن يعني مثلا عندنا فوق المتين حالة بياخذوا إفراج وبعدين يتحولوا إلى أعضاء أخرى دا كل دا ضروري ينتهي وتتفاوت التقديرات الحقوقية لأعداد سجناء الرأي والمعارضين السياسيين في مصر بعضها يقدرهم بالآلاف والبعض الآخر بعشرات الآلاف أما الحكومة فتنفي من الأساس وجود ما يسمى بالسجناء السياسيين دفعة جديدة أفرج عنها من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي وتعبير بالتزامن مع زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى باربرا ليف إلى القاهرة المسؤولون المصريون يؤكدون مواصلة هذا المصار مع كل من تنطبق عليهم معايير العفو لكن حقوقيين يشككون في مدى شمولية هذا المصار ومدى جديته أشمناع الحرة القاهرة أناقش هذا الملف مشاهدين مع ضيفي من القاهرة مارغريت عازر عضو المجلس القومي للمرأة ووكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري سابقا ومعي من واشنطن بول سراوس الخبير السياسي وسيناتور ضل عن العاصمة الأمريكية واشنطن مرحبا بكما سيدة مارغريت عازر أبدأ معك الدفعة الأخيرة يوم أمس وقبلها يعني سبعين موقوف تم إطلاق سراحهم وكذلك تسعة وثلاثين موقوفا قبل فترة هل أتت صدفة أم أن هناك ربط بين هذه الإفراجات وزيارة المسؤولة الأمريكية إلى القاهرة لا في الحقيقة بأن فترة طويلة أكثر من 8-9 شهور وبيتم الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطية على زمة التحقيق بشكل دوري لإنهاء قضية السجناء الرأي والتعبير دي مش أول مرة عشان أقول إنها بتصادف الزيارة لا دي يمكن تلت أو رابع مرة بيتم فيها الإفراج عن المحبوسين احتياطية وبعض سبغاء الرأي أو السياسيين طيب لضيفي من واشنطن سيد بول بالنسبة لك هل جاءت مصادفة إطلاق صراح الموقوفين يوم أمس وقبلها كذلك حتى بلغ عدد الذين أطلق صراحهم خلال الفترة الماضية نحو تسعمائة مفرج عنه بحسب التقرير الذي استمعنا إليه قبل قليل هل جاءت مصادفة أم أن هناك توقيت وربط بين زيارة المسؤولة الأمريكية إلى القاهرة لا أستطيع أن أقول بأتأكيد ولكن يمكن أن نفترض أنه عندما تكون هناك زيارة من مساعدة وزير القارجية نرى طبعا ممثل أمريكي في المنطقة وبتأكيد هذه الزيارة لعبت دورا بغض النظر عن الحافز يمكن أن نحتفل بإطلاق صراح هؤلاء الناس الشيء الصواب هو الذي تم ولكن هذا لا يكفي سجل مصر في حقوق الإنسان يبعث على خيبة الأمل وأنا أعرف أن هذا سيكون التركيز الرئيسي لاجتماع السيدة ليف ليس التركيز الوحيد ولكن الرئيسي وهي تحاول من خلال الاتصال بمسؤولية الحكومة وأيضا مسؤولية المجتمع المدني ومناصري حقوق الإنسان مصر عليها أن تغير سجلها في حقوق الإنسان والزيارة من قبل السيدة ليف هي خطوة في الاتجاه الصحيح ألا تعتقد بأن هذه الخطوات التي يتم اتخاذها من قبل السلطات المصرية سيد بول بأنه هو هذا المسار الذي كانت تحث الولايات المتحدة خلفائها في المنطقة لاتخاذه وللسير به وهو عدم تقييد حرية التعبير وإطلاق صراح أولئك الذين يعني الخروقات المسجلة عليهم هي خروقات متعلقة بحرية التعبير لا أكثر وليست يعني جرائم مسجلة عليهم أو بحقهم أنا أتفق مع هذا كلية هؤلاء مساجين سياسيين يجب أن يطلق صراحهم ومصر فيها الكثير منهم محتجزين وطبعا مصر ليها سجل في قمع السياسيين والمنشقين هناك سياسة أمريكية جديدة في المنطقة وهي في الواقع سياسة قديمة عندما كنا نناصر حقوق الإنسان في عهد الرئيس ترامب أرسلنا رسالة خاطئة أننا لن ننظر بجدية على موضوع حقوق الإنسان كأولوية أمريكا عليها أن تدافع عن مصالحها في العالم ولكن عليها أيضا أن تدافع عن القيم الأمريكية وهذه القيم تشمل الحرية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في أنحاء العالم وإذا أردت أن ينظر إليك على أنك صديق وحليف للولايات المتحدة وتقوم بانتهاك حقوق مواطنيك عندها لا يمكن أن تكون صديق حقيقي أو حليف ذو قيمة لأن هذا يتعارض مع قيم الولايات المتحدة ويتعارض مع القيم الحضارية للمجتمع الدولي ومصر يجب أن تقوم بعمل أفضل وخاصة إذا أرادت أن يركز المجتمع العالمي عليها خاصة في مؤتمر العالمي الخاص بالتغير المناخي سأتي عند هذه النقطة سيد بول لو سمحت لي أعود إلى القاهرة سيدة غازر هل لديك أي معلومات عن الملفات التي بحثتها المسؤولة الأمريكية حتى الآن نعرف بأن زيارتها ليست للقاهرة فقط ولكنها ما زالت متواجدة عندكم الآن هل لديك أي معلومات عن الملفات مع من تحدثت؟ لا يعني أنا ما عنديش أي معلومات غير أنها قابلت سيدة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي حول الإنسان واتناشوا في بعض القضايا الخاصة بحول الإنسان لكن في الحقيقة ما عنديش المعلومات الكافية لا أريد أن أطلع على الموضوعات التي تم تناولها ضيفي قبل قليل تحدث استمعت إليه سيدة غازر بأن مصر لديها ملف كبير في قضايا متعلقة بحرية التعبير قم حرية التعبير هناك العديد من الموقوفين حتى هذه اللحظة ما زالوا في السجون في مصر ولم يبت بهم ربما سيبت بهم لاحقا لا نعرف ولكن مثل هذه الإجراءات التي حدثت أمس وقبلها بفترة هل يمكن الحديث عن إجراءات أكثر تسريع لهذه العمليات ليطلاق السراح أولئك الذين هم متهمون فقط بسبب تغريدة أو ما شابه أو موقف سياسي في الحقيقة طبعا لا نقدر أن يمكن أن يكون هناك بعض التجاوزات أو بعض الإخلاقات في مجال حقوق الإنسان وخاصة في حرية الرأي والتعبير وبعض الملكات الأخرى لكن في الحقيقة أنا شايفة أن نصر بدأت في تصحيح المصار وإحنا شايفين عدد كبير من السبناء الرأي أو المحبوسين احتياطيا وإحنا تناولنا ده في مجلس النواب السابق أن فيه قانون جديد يعني وضعنا مشروع قانون للحبس الاختياطي وأعتقد أنه كان يعني في المقدمة في البحث وأعتقد أن المجلس الحالي بيناقشه وأعتقد أنه إحنا بدأنا في ملف حقوق الإنسان ويمكن بدايتها في الحوار الوطني أنا أعتقد أن مبادرة الرئيس لعمل حوار وطني يعالج كل هذه القضايا بلافيف من القادة السياسيين ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة أعتقد أنها هيضع خطوات واسعة وكبيرة في ملف حقوق الإنسان لأنه ملف الشائق جدا وملف في الحقيقة محتاج للعناية والرعاية لأنه أهم الفترات طويلة جدا وما زال يعاني منها الكثير في مصر ونتحدث عن عائلات كثيرة فقدت أولادها ما زالوا في السنون بسبب أمور يمكن حلها ببساطة سيد سراوس تحدث قبل قليل عن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ كان هناك احتمال كبير أو حديث حتى عن مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذه القمة في شرم الشيخ في مصر ولكن بعد ذلك لم يؤكد هذا الأمر زيارة المسؤولة الأمريكية هل تعتقد بشكل وآخر لها دخل في ترتيبات هذه الزيارة للرئيس الأمريكي والمشاركة بهذه القمة قمة المناخ بالتأكيد هذا جزء من الأجندة الولايات المتحدة لا يمكن أن تحل مشكلة التغير المناخي لوحدها ومصر لا يمكنها حل المشكلة لوحدها لا توجد دولة واحدة قادرة على ذلك يجب أن يكون هناك تعاون دولي ولكن ليس من الممكن التعاون مع دولة لا يوجد لديها سجل في حقوق الإنسان يسمح لنا بالانخراط معها بشكل بناء إذن وبالتأكيد المؤتمر القادم سيلعب دورا وذلك لأن انتباه العالم سيكون مركزا على مصر وسيكون محرجا لمصر إذا استمرت في انتهاك حقوق الإنسان بالطريقة التي تقوم بها هذا سيبعد الانتباه عن أزمة مهمة ضرورية لأمن الكوكب آمل أن الحكومة المصرية ستفهم أن وقت اتخاذ إجراءات مناسبة وحماية حقوق الإنسان هو الوقت الحالي لأن هذه فرصة للجميع لكل من يأتي إلى هذا المؤتمر كي يركز على موضوع تغير المناخ المهم بدون تشتيت الانتباه والتركيز على انتهاك مصر لحقوق مواطنيها هذه فرصة لحرية التعبير في بلد لا يوجد فيها حرية التعبير وآمل أن يتغير هذا قريبا شكرا جزيلا لضيفي أشكر ضيفي من واشنطن سيناتور ظل عن العاصمة الأمريكية واشنطن بول سراوس كما أشكر ضيفتي من القاهرة مارغريت عزر شكرا لكما اشتركوا في القناة